هناك من يقتصر في سوائله على شرب الشاي والعصائر ولا يتناول الماء الصافي إلا نادرا بحجة عدم العطش فهل تغني العصائر وبقية السوائل عن الماء إن الإنسان الطبيعي يحتاج لتناول ما لا يقل على لتر ونصف من الماء يوميا أي ما يعادل ثمانية أكواب تقريبا هذا عندما يزوج جسمه ببقية السوائل المختلفة وقد تزيد الحاجة للماء في حالة الرياضيين وقلة الماء في الجسم تؤدي لأعراض كثيرة قد لا يتنبه لها الإنسان للوهلة الأولى من أهمها الصداع والشعور بالتعب وقلة النشاط وزيادة الالتهابات المايكروبية الصدرية أو غير الصدرية وغيرها من أعراض غير محببة ويجب عليك أن تعرف أنك في أفضل حالاتك ومهما شربت من العصائر على أهميتها طبعا واحتوائها على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة كالألياف وما شابه فإنك لن تستطيع بأي حال من الأحوال أن تعوض وبالاعتماد عليها فقط القدر الذي تفقده من السوائل اليومية في جسمك وأعني أنها أي العصائر تعوض الجسم بجزء يسير من الماء لكنها لا تغني وهي عنوين صحية ثابتة وما عداها من عنوين هو الشاد عن القاعدة الثابتة لذلك يجب عليك أخذ احتياجاتك من الماء بشكل كافي وأن لا تتهاون في هذا الأمر ولقد علقت على هذا الموضوع وأعني الفرق بين شرب الماء وبقية السوائل التي من أهمها العصائر في تحقيق مستقل تجده على الرابط أدنى أما القهوة والشاي فهي مشروبات منبهة لا تعوض عن الماء بل بالعكس هي مدرة لسوائل الجسم ولذا فإن العادة الصحية عند شرب أي كوب من المنبهات عموما أن يرافقها كوب من الماء لتعويض ما تذره من سوائل من جسمك في هيئة أبوال ومن هنا خصوصا وأننا نتحدث في شهر رمضان فإنه لابد وأن لا تقتصر فقط على السوائل الواقعة تحت عنوان غير الماء بل يجب التنبه وتقدير كمية الماء التي تحصل عليها من وقت الإفطار وحتى وقت السحور وأن لا تغفل عنها أبدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر